موسيقى موجز السادسة صباحا لإخباريتكم من الجزائر الدولية الإخبارية أهلا بكم في المستهل لاستعادة سوريا الأحد مقعدها في جامعات الدول العربية إثر تبني القرار في اجتماع مغلق لوزراء الخارجية العرب بعد غياب دام 12 عاما وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعات العربية جمال رشدي إن الوزراء اتفقوا على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة اعتبارا من الأحد مع تسجيل بعض الدول تحفظها على القرار هذا ورحبت الخارجية السورية بقرار جامعات الدول العربية المتضمن استعادة دمشق مقعدها في المنظمة اعتبارا من الأحد وقالت الخارجية السورية إن دمشق تلقت باهتمام من القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعات الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بخصوص استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها الخارجية السورية في بيان لها شددت على أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية معتبرة أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا يستند إلى الاحترام المتبادلة دعا الاتحاد الأوروبي الكيان الصهيوني إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء بالأراضي الفلسطينية المحتلة كما دعاه إلى احترام حق الأطفال في التعليم التكتل الأوروبي في بيان نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا اعتبر عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال الصهيوني غير شرعية بموجب القانون الدولي محذرا من تدعيات تعميق معاناة الفلسطينيين والتصعيد في بيئة متوترة الاتحاد الأوروبي أعرب عن صدمته من إقدام سلطات الاحتلال على هدم مدرسة جب الذيب الممولة من طرفه والتي تضمن التعليم لستين طفلا شرقية بيت الأحمة أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون أن الدولة الجزائرية وضعت ملف التاريخ والذاكرة بعيدا عن أي مساومات أو تنازلات الرئيس تابون في رسالة وجهها إلى الأمة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلدي لذكرى مجازر الثامن مايه خمسة واربعين ذكر بأن الدولة في جزائر جديدة سامقة وفية عازمة على إدراج ملف التاريخ في المسار الذي يمكن من إضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية دعت جامعة دول العربية الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة الوطن والانخراط الجدي في المفاوضات التفاديا لاستفحال الصراع وتطوره إلى حرب تقسم سودان وتهدد وحدته الإقليمية وخلال اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في سودان الأحد قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مبادرة الوساطة السعودية الأمريكية بين الجيش السوداني والدعم سريع تستحق الدعم هذا وقال المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانية إن ما يحدث في بلاده محاولة انقلابية محذرا من سيناريو تفتت السودان وانقسامه مرة أخرى ختم والموجز مزيد من الأخبار تأتيكم على مختلف من نصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة